أحمد سويري في مجلس الشباب وتعرف أن أغلب المتابعين ومهتمين برنامج الشباب الذي يدخل مجال الإعلامي وأحمد قطع 16 سنة في مجال الإعلامي و ما شاء الله أحمد مميز جدا في المجال الإعلامي و ما شاء الله لها اهتمامات أخرى في أندردش حالها و ما الخطوط المهمة في المجال الإعلامي الذي ينطلق في هذا المجال هذا ما أقوله حتى لو تخصص مجال أكاديمي يعني في بعضهم يعني أنا أقوله قبل ما يدخل المجال الأكاديمي في تخصصه في الإعلام أقوله أصبر لا دقيقة أنت اشتبغى بعد الإعلام في ناس على باله أنه إذا دخلت كلية الإعلام والاتصال ولا صحاف ولا ذا أنا أطلع مذيع أنا أطلع يحقق المنيات لا 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 فيه سمات فيه شئ اسمه سمات السمات هذه اللي يزيش يعني كيف أوضحها أكثر لمحات كده واضحة فيه يعني نشوفها من صغرة موهوب في المدرسة فيه فيه لمحات أهمها أنه يكون عنده الثقافة عالية الثقافة عد هذا كمذيع كمذيع نعم كمذيع معد علاقات عامة صحافة كل مجالة الإعلام حتى اليوتيوبر أنت لازم تكون عندك هذا المجموعة حلو يعني أن نقدر نقول درجة معينة من الثقافة العامة لابد لابد يعني أن أسأله في المجال الديني يعطيني معلومة الرياضة يعطيني الفلك يعطيني يعني مجرد أنها جامد لا والله المعلومة مرت علي لا 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 لازم تكون بحر في كل المعلومات ثقافة ثم في الكريزمة يمكن تعرف أستاذ ماجد جعفر أبو يارى عند هذا المجال يمكن يغرقنا فيه مجال الكريزمة ما هو الوسامة ولا الجمال لا كريزمتك أنها مقبولة على الشاشة ولا لا طلتك عاش طلتك أيضا في العلاقات العامة مع الناس زي ما قلونا الوجاهة يعني شكلك هذا أسلوبك يعني التحافظ عليه يعني في ناس يقولك لا هذا يسمونه تميل لا لا بالعكس أنت واجهة شوف الريسبشن الآن الموجود في الأماكن العامة البنوك شوف يا حبيبي هذا لو ما حلق و مضبط عمره أنه ينطرد هذه يسمونها الكريزمة هذه تحافظ عليها من بداياتك و من الكريزمة الاهتمام يعني بالمظهر حتى نعم قلنا الثقافة العامة و قلنا الكريزمة عندك الثالثة التي هي سرعة البذية وهذه لن تدرس في أي مكان هذه بالاكتساب سرعة البذية لازم تكون زي ما نقول لنا باللهجة الدارجة التي كيف نسميها كيف نسميها لك الهلوبة كذا يعني الرجال لنا فاهم فاهمها و طايرة بالضبط هذا سرعة البديهة أنت كيف يعني تتدارك أنك مع شخصية كبيرة أنت معك ضيف إذا كنت مذيع لقات عامة كيف تتواصل معه شخص يعني مثلا يتواصل معي اليوم تأخرت علي ما تأخر كيف سلوبه كان جميل جدا معاي هذه سرعة البذية في بعض المذيعين يعني يسير ماشي على السكريبت تماما و ما يطلع لأي من المذيعين اللي عنده سرعة بذية يطلع من سوليف الضيف يطلع بسؤال ثاني عرفت كيف و مرونة يكمرن طيب حلو هل هذه ممكن نتعلمها ما يعني أنا أقول أن هذه تكتسب يعني بعلاقاتك تكتسب يعني تجد أن مثلا شخص مثلا الانطوائي أو شخص اللي عنده خجل اجتماعي ما يموجود عنده شخص اللي منغمس مع الناس تجد خلاص حبة حبة أسأل نفسك أنت أنت وأنا و علي سلي راحة تلاقي كنت تتجددت عندك العلاقات و قوتك مع الناس حتى تقول والله لا خلاص أنا ذا الأسلوب ما يمشي معاي كيف جت بالاكتساب مع الناس فهذه سرعة البديهة لازم تنميها قبل ما تدخل مجال علامة وتتورد عندك بعد الثقافة عندك الثقافة عامة والكريزمة وسرعة البديهة نعم والأسلوب الأسلوب هذا هذا يدرس هذا هذا اللي هو أنت كيف تدير الحوار كيف تداخل كيف تتكلم مع الأشخاص وهذه طبعا في الدورات الدورات اللي هي أكثرها لأنه عملية الاتصال والتواصل مع الناس والتواصل مع الآخرين هذا لابد منه يعني ما تجيك أنه أنت تكون صفر في هالمجال وتبغى تكون مذيع مثلا